ما أجمل العلم الذي في هديك يسمى الأنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم في برنامجكم نقطة التفاهم بنلقي الضوء على بعض القضايا الأسرية والتربوية اللي محتاجة مننا الانتباه ووعي وإدراك وحسن تعامل الله عز وجل خلق الإنسان بيمر بأطوار مختلفة قال تعالى وقد خلقكم بأطواره ده من أصعب الأشياء اللي في التربية بتقابلنا ابني بيكون طفل في طفلة مبكرة ثم طفلة متوسطة ثم يدخل في مرحلة المراهق وكل مرحلة بمراحل دي ديها أزمتها أشهر أزمة بيشتكى منها قضية العناد في مرحلة المراهق لذلك نفرد هذه القضية بالمناقشة مع الأستاذ الدكتور علي سمير عضو هاي التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر أهلا وسهلا بحركة دكتور أهلا بحركة دكتور أحمد الله يحفوظك قضية العناد عند المراهق قضية أحيانا بتحول البيت لجو من أجواء الصراع وأحيانا بتحدث انقسام داخل الأسرة إزاي نتعامل مع عناد المراهق في الفترة الحالي جديد بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة العناد كمشكلة بيمر بها المراهق ما بيخلوش منها أي بيت أو أي حد بيمر مرحلة المراهقة البعض بيقول يعني إحنا النهاردة بنسمي مراهق ومصطلحات جديدة وغريبة ومحنا طول عمرنا وكان عندنا الناس بتمر بالمرحلة دا عمرنا ما علقنا عليها شماعة إن دي مراهقة لا هو العلم الحديث سماها بالمسميات دا لكن هي طول عمرها وكانت موجودة هي مرحلة سنية بيمر فيها الشخص بتحولات والتحولات دي ممكن يكون فيها من مظاهرها بعض العناد يكبر عند البعض ويقل عند البعض الآخر لكن موجود فيه هقول على حضرتكم وحضرتك أطرحلك السؤال كان تعرض علي على أم بتشتكي من عناد بنتها بتقول إيه؟ بتقول بنتي عندها 15 سنة عنيدة جداً وبترى دايماً نلحق معاها بصفة مستمرة وبتكابر بشدة ولا تطيق فكرة الاعتراف بالخطأ ما بتعترفش بخطأها وطرى أنها مظلومة أنتوا جايين عليها وأن كل من في البيت لا يفهمها عندها إخوات حتى ولا بابا ولا ماما ولا إخوات كلهم حاجة تكون في شكوى متكررة دي من ما بقول لحبيبك من الشكاوء العام دايماً عايزة أمها مكرومهاش على أي حاجة مهما كانت مخطئة ممكن تبقى معترفة بخطأها ولكن مش عايزة حد يلومها وعايزة تقول أن لأ أنا برضو صح حتى هي في قرارة نفسها تبقى مستشعرة أنها مخطئة بس ما بتعترفش بالخطأ معها وما بتقول أنها تعبت معاها كتير ومش عارفة تعمل معاها إيه تخيل أن لهجة الخطاب التربوي في الزمن اللي إحنا فيه دلوقتي علت اعتزاز الطفلة أو خلينا أقول علت تدليل الطفل وأصبح الأب دايما في وضع التهامة هو الأم بعض ما كنا زمان في طفولتي مثلا كان أغلب الخطاب اللي بسمعه عن بر الوالدين فعن حق أبي وأمي النهاردة أغلب الخطاب اللي بيسمع عن حق الأولاد فده ولد عند الأولادنا وبناتنا صورة منصور الاستقساد الغريبة إنه رفض زي شاسة المرأة اللي عايزة تقولك عن المساواة بالرجل وتعلو الصيحات المساواة بالرجل المساواة بالرجل لدرجة إن إحنا النهاردة الرجل بقى يقولك عن المساواة بالمرأة مساواة بالأنت لكن الحقيقة إيه الحقيقة إن العناد زي ما اتفقنا هو مرحلة بيمر بيها الطفل بس إحنا ما نضخمهاش ولازم نفهم الأب والأم لازم يتعلموا وده اللي كنا بنقوله إن اللي في مرحلة الزواج في تدريبات اعرف وقرأ لو إنت أو احضر دورات علشان تعرف يا ترى أتعامل مع زوجي إزاي أتعامل مع زوجتي إزاي وكي إنا حركة عايزة تقوله إنه فيه وجهة آخر للعناد وهو الرغبة في الاستقلالية اللي هي حاجة طبيعية هي مرحلة عمرية بيمر بيها كل الناس ويا أم ويا أب افتكروا أنتوا في المرحلة ده هي تتلاقوا أنتوا بس إنتوا نسيت أتلاقوا أنتوا كنتوا بتمر بنفس المرحلة افهموا برضو نقطة في التحول من الطفولة إلى مرحلة وسط ما بين الطفولة والكبر ثم إلى الكبر والرجد المرحلة الوسط دي مرحلة بيسموها المراقة ليه؟ مراقة لأنها بترهق هذا الكياني اللي مش قادرين نسميه ولا طفله ولا شاب دوت في المرحلة ده هي بترهقه هو بيرهق منها واللي حوالي منه بيرهقه معاه علشان كنا سميناها مرحلة المراهق بيرهق فيها الطفل اللي ان شاء الله هيبقى شاب ده وبيرهق بيها أهله معاه طيب بيرهق من إيه؟ بيرهق من أول حاجة بتحصل له تغيرات فيسيولوجية داخلية وليها مظاهر خارجية ومش معتد عليه بدأ يظهر مثلا بالنسبة للشاب بدأ يظهر عليه المراحل إن صوته يدخن وبدل ما كان الصوت بتاعه النعم الطفولي ده بدأ الصوت بتاعه يدخن شوية بدأ تظهر عليهم مربع مش متخيل إن ده دي أثر على يعني نعمل أنواع الخوف أو الإرباك في حياة ابني وده اللي احنا بنأكد عليه دلوقتي بقى إن ده بيأثر عليه وبالنسبة للبنت برضو التغيرات الفيسيولوجية اللي بتطرق عليها برضو بتأثر عليها من ناحية السيكولوجية من ناحية النفتيج البعض بيأخذ ده مدى للسخرية أحيانا من الولد يقوله صوتك عامل شرح كذا ويقول البنت أنت كذا بتقريس كلام سيء يعني وللأسف برضو إحنا ده شكل من أشكال التنمر اللي إحنا نظر أولادنا منه وإحنا أحيانا بنقع فيه بنقع فيه إنه صوتك بص بقى كذا ونصفه بشوية حاجات كده يعني لكن هي مرحلة وإنت مردت بالمرحلة ديت يا أب وإنت يا أم مردت بالحرب بالمرحلة دي زي بنتك اللي أنت ده نهاردة بتشتكي منها وبتلومي عليها يعني كأننا بنقوله يعني أدرك الوجه الآخر للعناد وهو الاستقلال وأدرك إن ابنك كمان عنده صفات مؤقتة في مراحل مؤقتة وبيمر بيه أنا بقى عايزه ما يعملش ابنه اللي توصل لمرحلة المراقة أو البنت اللي بتشتكي منها أمها دلوقتي إنها لسه طفلة لا بس برضو بأنه راعي إنها هي دخلة على مرحلة الكبر وهي في مرحلة وسط المرحلة الوسط دي دماغها عملة بتلعب خلي بالك في المرحلة ده هي بتكون الشخصية اللي هي تستمر بقاته لحياتها الشخصية بتتكون هنا دلوقتي فالشخصية دي بتكون بتجيب منها شوفوا بقى شوفوا التركيبة اللي هي الأب وأم ما يعرفوا هاتف ما انتبهوش إليه اللي هي بتجيب يا طرح طريقة التفكير بتاعتها تجيبها منين تستقي من الأب والأم قد الأب وقد الأم وممكن الطريقة هنا والطريقة هنا بتعجبهاش طب فيه الخلف العام طب فيه الأصدقاء طب فيه مدرس في المدرسة أو مدرسة في المدرسة أو فيه مثلا في الترفيزيون حد شافته مثلا عمالة أنا بديك مثال لطريقة تفكير لا ده طريقة الارتداء الملابس طريقة المش طريقة الضحكة طريقة الإنصاط طريقة الجلوس كل الأمور ده هيت فيها بالنسبة لها عمالة بتفكر فيها هيبقى شكل عامل ازاي؟ فتجيب جزء من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا عشان تكون نمط لها خاص اسمه نمط الشخصية بالإضافة لأن كانت الحياة قبل حياة في المسئوليات هي صغيرة والطفل معلوش مسئوليات يعني مسئولياتها إي لكن أما بتدخل على مرحلة الكبار بدأ يقولولها تفكر في المستقبل مثلا وتفكر أن أنا بقى علاقتها بالطرف الآخر وجنس الآخر بدأ يشغل جزء من تفكيرها يعني نوراك مش إنسان فاضي تماما من التفكير فاضي من الهموم وإنما إنسان ليه تفكيره وليه اهتماماته وليه رغباته وخلي بالك إنه في مرحلة لسه فيها نضج ما اكتملش بعض الأولياء الأمور بيجوا يحكموا على إن المراقة مثلا بالنسبة للبنت بإنها بالوصول إلى الحياة لا المراقة مش بالوصول إلى ده هنا الاجتمال لكن هنا فيه قبل من إحنا دخلنا على المرحلة ولسه لم تكتمل فإحنا في مرحلة الغليان بتاع السوى يعني إن بتحط حاجة على النار اللحمة فلسه في المرحلة دي فيه الأفكار عمالة بتروح وتيجي نقطة كمان بتاعت العناد بقى وإنها مبتقتنعش هي عندها في أفكار في بالها هي مقتنعة بحاجات زي مثلا إيه إن الحاجة ده يفصني وأنا محتاجة أتحكم فيه مثلا ليها رأي فهي ممكن الرأي بتاعها ما يعجبش أبوها وأمها لكن طب إحنا نفهم ليه؟ الرأيها هي متمسكة بيه لأن المراهج في الفترة دي اعتماده في بناء رأو على العاطفة وليس العقل ليه؟ لأن الفسوس الأمامية من المخ لم تكتمل بعده المسؤول عن رضاحت التفكير وده نقطة فاصلة الأب والأم هيعرف بقى نقدر نحط الموضوع في النصاب الحقيقي ابني مش بيعاند كبرا وإنما هو لسه لم يكتمل نطجه الفكري علشان كده أرأه مبنية على العاطف وليست مبنية على العقل في المرحلة اللي جاية أما يستوي ويكتمل نطجه بتاع الفسوس الأمامية الحالة هتتزن أكتر وهيبقى أرأه أكتر رجاحة اللي هي مش هتخش بقى معها في عناد إن رأيك غلط ولازم تقبل رأيه وكأن احنا بكل ولي الأمر أدرك تبعات فترة المراهقة اعرف إن ابنك عنده هموم وعنده قضايا وبيرتب لمستقبل حيعيشه قد يكون يختلف تماما عن حياتك أنت وعن تفكيرك لكن في النهاية هو في مرحلة حارية محتاجة بينك دعم ومسندة أكتر ما هي محتاجة صدام ومحاربة مع أولادي مرحلة المراهقة والعند قضية كبيرة جدا لعلنا نستطيع إن احنا تكلم عنها إن تأثر الأمر في حلقات قادمة لا سعني في النهاية هذه الحلقة إلا أنا تقدم خالص شكر والتقدير الدكتور علي سامير خالص شكر وتقدير الدكتور سعداء جدا بالحلقات الله يحفظك ألف شكر يوكي بكتور أحمد أنا سعيد جدا وبنا يحفظك بردعمك الله يحفظ إن شاء الله نلتقي مع بعض بحياتات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ساهم وبركاته